اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم في كل بلاد هناك مناطق رئيسية وهناك مناطق تكون من الشهر بمكان ان تنعكس فيها الاحداث اكثر من غيرها رغم ان الكون اصبح قرية صغيرة الا انه لا زالت هذه الميزة موجودة في كثير من مناطق العالم وفي كل دولة من الدول تكون عاصمة الدولة هي المركز الرئيسي الذي تخرج منه الاخبار اولا الذي يقصده الناس اولا الذي تنعكس منه الفعاليات والامور كذلك ولذلك فالدول تختار العواصم لكي تكون مراكز للمؤسسات الكبيرة لها والبحرين تبقى المنامة هي العاصمة الرئيسية وهي المكان الانسب شعبيا رسميا تجاريا وإلى آخره وليس الحديث عن المنامة كمنطقة وانما الحديث عن دور هذه المنطقة في عكس الاحداث التي تجري فيها فيها سرعة انعكاس الأحداث التي تجري فيها فعالية ميداننا المنامة هي فعالية كبيرة ومهمة جدا في ثورتنا المباركة وتركيزها في المنامة هو أمر مهم ورئيس جدا ولأهمية هذه المنطقة لأهمية هذه العاصمة نرى جميع الرموز كانت تحث على إطلاق الفعاليات منها ومهما تكون الفعاليات كبيرة ومؤثرة في أي مكان في البحرين لكن في المنامة تكون أكثر تأثيرا لذلك اختيار منطقة المنامة والتركيز عليها مهم جدا نحن نريد أن نصنع مستقبل هذه البلاد نحن نريد أن نعجل في انتصار ثورة هذه البلاد نحن نريد أن نجعل من أي حدث معين هو محطة مهمة من محطات الانتصار لثورة 14 فبراير المجيدة لذلك لا بد من التركيز عن العاصمة ولأن السلطات عرفت هذا المكان الاستراتيجي هذا الموقع للمنامة فإنها تعمل على محاصرة المنامة دائما ومنع أي فعاليات وأي تظاهرات في المنامة لكننا أصحاب ثورة وأصحاب أهداف كبرى نريد تحقيقها فلا بد من أن نعمل من أجل الرجوع للمنامة ومن أجل أطلاق فعالياتنا في المنامة خاصة في هذه الأيام التي تتناسب مع أحداث كبيرة ومن عطفات كبيرة وضمن هذه المناسبة هناك ذكرى اعتقال شخصية علمائية كبيرة من علماء البلد وما أكثر العلماء البلد الأحرار الأشراف الموجودون في السجن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الثالثة لاعتقال الرمز الوطني الديني الكبير العلامة سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ القابع في سجن جو والمحكوم بخمس سنوات هذا العالم الجليل كان منذ البداية أيضا يركز على نقطتين ويؤكد عليهما دائما دور الشباب وأن سقفكم السماء ودور العاصمة في إطلاق الفعاليات كما كان الرمز الحقوقي الكبير الأستاذ نبي الرجب أيضا يركز ويؤكد على مكانة المنامة والانطلاق من المنامة أتمنى لكم النجاح في هذه الفعالية الكبيرة أتمنى أيضا من جماهيرنا وحبائنا أبناء شعبنا الأوفياء الحضور والمشاركة الكبيرة في هذه الفعالية حتى نعجل بالانتصار حتى ندخل السرور لقلوب أحبتنا العلماء الرموز السجناء الموجودين في الخارج وإلى أرواح شهدائنا الأبرار لكم جميعا منا تحية وسلام وأنتم الصامدون المجاهدون نحن نقف معكم قلبا وقالبا وننتظر النصر وهو ليس بعيد إن شاء الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين